يعني أنا هرجع مع حضرتك ونتكلم عن أبرز القضايا اللي طرحت فيه لقاء وفد المجتمع المدني المصري مع يعني الرئيس الفريق أول عبد الفتاح البرهان الرئيس الانتقالي لدولة السودان الشوكيقة يعني احنا التقينا طبعا بالفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس سيادة السوداني في المقر اللي قام الخاص بي والضيافة الأصل الضيافة استقبلنا استقبل وكان ودودا وصفحنا جميعا وعبر عن يعني ساعدت بوجود هذا الوفد وعبر أيضا على العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والسودان والعلاقة أيضا التي تربطه برئيس عبد الفتاح السيسي وحملنا التحية للشعب المصري وحتى قال لنا يعني أنتوا جيتوا متأخر شوي وبتعالوا كتير يعني كانوا يتحدث بحميمية كبيرة جدا مع الوفد واستمع لوجد الأسئلة وكان مستمعا جيدا جدا واستمع إلى أحاديث كثيرة هو ركز على قضايا أسئلة جدا هو بيتكلم قال لي يا جماعة يعني هو متفائل بمستقبل السودان ويركز على الاستقرار وأكد على أهمية العلاقات المصرية السودانية صحيح وأكد أيضا على أهمية العلاقات الحميمة التي تربط بين الشعبين المصري والسوداني وأكد على أن مستقبل السودان يتعلق بالاستقرار وبالتنمية وبالقدرة على إدارة الحوار داخل السودان بالطبع يعني إحنا كنا سعداء لما نستمع داخل المجتمع السوداني أنا هناك حوارات كثيرة بتجري على مستوى المجلس السيادة السوداني أو على المستوى القوة السياسية أو أخير حوارات فيما بينهم وكلما يعني جرى الحوار وارتفعت وطيرته وزاد الحوار كلما ده كان أمرا يعني إيجابي أن الناس بتتكلم وفيه حوار هو طمأن إلى مستقبل السودان وقال يعني أننا حرصين على وحدة السودان وعلى استقراره وحرصين أيضا على الحوار بين مختلف مجتملات أو أرجاء المجتمع السوداني كان طبعا كان لقاءا يجمع ما بين اللقاء الرسمي ووجع أيضا بين اللقاء الحميم على مستوى الإنساني والشعب لكن كنا سعداء جدا بهذا اللقاء واعتبرنا تتويجا لهذه الزيارة لأنه تم في نهاية الزيارة فاعتبرنا تتويجا وكانت إشارة إيجابية أننا نلتقي بالسودان بكل أطيافه يعني لتقينا بالمجلس السيادة السوداني برئيسه بهيكلية السلطة في السودان ولتقينا أيضا بالقوة السياسية ولتقينا بالقوة الشبابية ولتقينا بالقوة التغيير يعني بالطرق الصوفية ودول أيضا يحملونا كده حصا صوفيا جميلا في الاستقرار للمجتمع السوداني يعني أصل اللي أنا عايز أقوله إحنا لتقينا وشفنا المجتمع السوداني بكل أطيافه وكانت هذه الزيارة مهمة لتأكيد على هذه القضية طيب أنا حابة أروح مع حضرتك كمان يا دكتور سامح يعني وجهة نظر حضرتك في الموقف الاستراتيجي المصري تجاه يعني السودان بشكل عين يعني ده سؤال طبعا مهم وجيد لأنه بالفعل كثيرا من الأحاديث التي دارت مع الإخوة في السودان كانوا بيصيروا بعض الخضايا تتعلق بالموقف في المصري أنت برضو يعني تستغرب يعني السودانيين بيتكلموا كتير جدا عن مصر ويرنوا ببصرهم تجاه مصر والصحف السودانية اكتبعت هذه الزيارة بجدية وكانت أخبار الزيارة تصدر منشطات في الصحف السودانية وبعضهم كان بيقول إحنا عايزين الدور المصري معنا يدخل في السودان يعني شوف وسط لغاية فين يعني الناس بتتكلم في هذا الموضوع طبعا فيه فصائل أخرى ربما محسوبة عن نظام السابق ربما كذا تحمل يعني مشاعر سلبية ولا تريد العلاقات الإيجابية بين الشعبين أن تمضي فيه طريق لكن أنا عايز أتكلم مع حضرتك في عدد من القضايا الاستراتيجية الفاعلة لأن مصر لا تتخذ مواقفها بعشوائية بل بالعكس مصر لديها عقولها السياسية لديها مؤسساتها التي تدرس قرارتها ولديها أيضا رؤيتها للأوضاع داخل الدول المختلفة القضية الأولى مصر تراهن دائما وتتطلع إلى استقرار السودان الموحد وزي ما قلت لحضرتك في يعني بين سنة الحديث في الحلقة دي إن استقرار مصر مرتبط باستقرار السودان وأمن مصر مرتبط بأمن السودان فنحن يعني لا نراهن على طبع صور السودان ولا على انقسامه بل بالعكس نحن نراهن كثيرا داخل المجتمع المصري سواء كان حكومة أو شعبا على استقرار السودان وسلامة أراضي السودان ووحدة أراضي السودان فدي مسألة بالنسبة لنا مسألة محسومة الأمر الثاني ما يجمع الشعب المصري والسوداني قلنا فيه وشائج نفسية وعاطفية وقلنا فيه أبعاد تاريخية وفيه نهر النيل اللي بيجمعنا احنا الاتنين ولكن أيضا نحن نتطلع إلى التنمية المشتركة والمتكافئة بين مصر والسودان يعني احنا بنراهن على مشروعات تنمية تجمع أواصر الشعبين وتخلق منافع متبادلة للشعبين نعم احنا ما بنراهنش على تنمية فيه الطرف على حساب طرف تاني بالعكس احنا بنقول أن التنمية بتحقق مصالح الشعوب المشتركة ووحدة هذه الشعوب وأيضا بتحقق أمان اجتماعي لهذه الشعوب وأمان سياسي واستقرار باعتبار أنها تحقق المنافع المتبادلة السودان لديها إمكانيات هائلة مصر لديها إمكانيات هائلة السودان بحاجة إلى مصر ومصر بحاجة إلى السودان فالتكامل الاقتصادي قد يكون مدخلة مهمة لمتانة العلاقات ما بين الشعبين المصر والسوداني وليس فقط الحديث حول قضايا زي الثقافة أو البعد الأزلي أو حتى أن احنا نتكلم على فقط النيل النيل في الفعل يجمعنا لكن احنا محتاجين أن أيضا التنمية تجمعنا والثقافة تجمعنا والفكر يجمعنا نعم طيب قضية أخرى بقى دي بالغة الأهمية مصر لا تتدخل في شؤون أحد ومصر لا تفرد نموزجا على أحد دي قضية لابد أن تكون واضحة ومحسومة يعني كتير جدا لما تقابل بعض السوداني يقول لك احنا محتاجين تدر المصر معاني مصر تدخلش في شؤون حد ولا تفرد نموزجا على أحد السودان دولة قديمة وعريقة ولديها تنوع ولديها خبرتها التاريخية ولديها قواها السياسية والتفاعلات المجتمعية داخلها مصر لا تفرد نموزجا عليها نحن نساعد على الحوار بنقترب من المجتمع السوداني بنقول لهم يا جماعة احنا بنساعدكم مصر تساعد الشعب السوداني والشعب السوداني ساعدنا قبل كده احنا نننساش اللي حصل بعد 67 يعني برضو مؤتمر الخرطوم وتشكيل الجبهة اللي سندت مصر وجابت الصمود في مواجهة ما حدث في ناكسة 67 الانتهاء بانتصار السادس من اكتوبر في 73 نحن نقدر مساهمات الشعب السوداني ونحترمه فأصدل نحن عندما نساعد الدولة السودانية والشعب السوداني فده قرار بيتعلق باستراتيجية النظرة الى العلاقة العميقة والازالية بين الشعبين لكن هل نتدخل لحد لا السودانيين بعضهم بيتصور ان احنا مع فصيل ضد فصيل ده غير صحيح اكدنا ده مرارا وتكرارا وعدهم حتى يقولك يقولك انتو بتسندوا المكون على اسكالها حساب المكون المدني بعضهم قال كده وبيقولوا يعني مش لكن نحن بنقول نحن لا نفعل هذا ومصر لا نفعل هذا يعني على سبيل المثال الربط الكهربائي بين مصر والسودان هو الخدمة شعب السودان تقديم افران لانتاج الخبز مثلا ده حدث في الفتر الاخير تقديم المسندة في مجال الطاقة اعادة المواني او تجهيز المواني بين مصر والسودان او الطريق البري او الى اخره يعني فيه مشروعات كتير جدا هل هذا يعني في خدمة فصيل على حساب فصيل لا بالطبع هو في خدمة الدولة السودانية والشعب السوداني على اتساعه وعلى تنوعه فنحن لا نقف مع فصيل ضد فصيل وده هذا الموقف واضح وفي زيارتنا الاخير احنا قابلنا كل القوة وتكلمنا مع كل الناس مصر لا يهمها الا استقرار ووحدة السودان فدي مسألة محسومة ولا نفرض اراءنا على احد ولا نمزجنا على احد ولا نقول لدينا نموذج لابد ان تتبعوه هذا الكلام لا يحدث مصر حريصة جدا تجاه مثل هذا الموضوع فيه بقى ملفات علقة كده يعني مثلا ملف زي سد النهضة سد النهضة طبعا هو بيمثل ضرر لمصر والسودان يعني احنا موقفنا احنا كموقف مصر نحن لا نريد ان يكون ملء وتشغيل السد الا بموجب انتفاق منزم مع اسيوبيا الزبط احنا مسلث متكامل يعني السودان ومصر واسيوبيا يعني احنا مسلث متكامل السيوبيا ليست يعني لا تكون طريقة يعني طريقة انها تعمل اللي عايز تعمل كل موضوع احنا حتى في هذه اللحظة بنقول للسودان ايه يا سودان فكر في امنك المائي نعم وفي مصلحتك المائية واذا حدث هذا سيكون في صف في نفس الخندق مع المجتمع المصري لان احنا لا نطالب الا بقواعد العدل في توزيع المياه ولا نطالب الا بقواعد العدل في ادارة هذا المرفق الماء يعني احنا بنتكلم على رفض الانفراد بتقرير بعض الامور اللي التعلق بسد النهضة احنا بنقول هذا الكلام انطلاقا انطلاقا من مصالح الشعوب اكيد وهذا الكلام يصب في مصلحة الشعب المصري والسودان بقى القضية اللي هما دايما تصار من آن لآخر وسعد تعلو وسعد تهبط قضية حلايب احنا بنقول وكلام واضح ولدينا هذا الابتناع الكامل حلايب مصري السودانيون يقولون غير ذلك نحن كوافدة عندما ذهبنا هناك لم نكن وفد مفاوض ولم نكن وفد تنفيذي ولم نكن لنا ان احنا ندلي بدلونا في هذا الموضوع لكن اللي عايزين نقوله ايه ينتظر الشعب المصري والسوداني العديد من مهام التنمية وعباء التنمية وآفاق المستقبل احنا بنواجه تحديات دواتي الجزاء والطاقة تحديات تتعلق برفع نوعية الحياة للشعوب وتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري والصناعي ما بين هذه الشعوب فانا اعتقد ان هذه القضايا يعني لن تصار الا يعني في حالات الضعف او في حالات توطر العلاقات لكن عندما نبني نماذج اقتصادية واجتماعية وتعاون حقيقي ما بين الشعوب لن نجد لمثل هذه المساحات من الخلافات ظهورا او وضوحا وانا عايزين نقول حاجة مصري مفتوحة للشعب السوداني مش حلاق بس يعني قصدي الشعب السوداني موجود معانا موجود في التعليم موجود بيتعالج موجود في السكن احنا دايما بالروح لهم هما يجلن فاصدي احنا نتجاوز مثل هذه القضايا التي تمثل نوع من انواع الخلافات لكن نحن نتطلع دائما الى ان يكون هناك علاقات عميقة ووسيقة مع شعب السودان على اساس استقرار واحدة اراد السودان وزي ما قلت لحضرتك نحن ولا نتدخل في شونا حيث